السلام بنات كنتمنى احوالكم تكون طيبة على خير وكذلك الصحة ديالكم تكون على خير ومرحبا بكم معي من جديد في قناة سالون ومطبخوا مقايا اليوم غنحضر معكم مركز الخوخ اللي كيجي رائع وهائي اللي ممكن تعتمدوا في هذا الحر او الصيف في تحضير العصائر وكيتحضر كذلك في وقت وجيز وسهل في التحضير من قبل ما يبدو كما العادة كنتمنى تضغطو على زر الاشتراك وليلايك فضلا منكم وليس امرا سوف ندوز المكونات على بركة الله اول حاجة عندي هنا جوش كيلو جرام ديال الخوخ اللي كناخدها مسبقا وكننغسلها جيدا ضروري من غسلها جيدا مرحلة الاولى والثانية حتى الثالثة كذلك من بعد ما كنغسله مباشرة في هاد الاثناء كنعود نملأ الاناء جيدا بالماء وكنضيف لي قطرات من الخل الابيض ضروري من هاد المرحلة تعتمدوها الي بغيت تحضرو هاد المركز ثم كنوضع فيه الخوخ وكنخليه مدة عشر دقائق من بعد ما مرت عشر دقائق كنعود نغسله جيدا ثم كنخليه جانبا في واحد شبيكة حتى كي تسقطر مزيان وينشف من بعد ما نشف الخوخ في هاد الاثناء كنبدأ في تقطيع دياله كما كتلاحظو كناخد الحبة ديال الخوخ وكنقسمها عن نصف وكنقسمها كذلك عن نصف الاخر من هاد الطريقة هادي وكنزولها العظم وكنحتافظ بالقشر لانه غنستعمل هاد المركز غنستعمل الخوخ بالقشر دياله باش يجي تركيز دياله قوي اكتر من بعد ما كنزول العظم كنجيب كذلك حبة الخوخ بنفس طريقة كنقسمها من نصف بهات الطريقة هادي ثم كنعود نقسمها من نصف الاخر كذلك ثم كنزولها داك الوسط وكذلك كنزولها داك العظم كنتمنى لطريقة تكون واضحة وكنحتافظ بالقشر ديال الخوخ بالنسبة النوعية اللي استعملت ديال الخوخ شوية قاسح ماشي داك النوع اللي تكون طيب بزاف من بعد ما كملتو في هاد الاتناء اغنبدا فتحذير بالنسبة للمكونات الخوخ اللي غسلناه مسبقا وكذلك قطعناه كنحتاج كذلك نصف كأس ديال عصر الحامض لتر ماء ثم كيلو وميتين غرام ديال السكر سنيدة الى استعملتو النوع ديال الخوخ اللي تكون طيب بزاف بالنسبة للمكونات غدي تستعملو كأس الى ربع ديال عصر الحامض وكذلك بالنسبة الماء غتحتافظوا بالكمية والسكر سنيدة غتكتافي فقط بكيلو غرام ديال السكر سنيدة كنجيب التنجرة ثم كنوضع فيها الخوخ اللي قشرتو ثم كنضيف ليه السكر سنيدة وبالنسبة لكم الكمية ديال السكر هي اللي كتحكم في القوام ديال المركز باش يجي عاقد بالنسبة لكم الى انقصتو الكمية ما غينجحش معاكم نهائيا انا استعملت كيلو وميتين غرام لانا عندي الخوخ محمد الى كان عادكم الخوخ حلو غتكتافي فقط بكيلو غرام من بعد ما وضعت الكل فطنجرة في هاد الاثناء كنوضعهم فوق النار النار اللي هي متوسطة وكنخليهم احتكي طيبه بالنسبة لطريقة ديال الطياب ما كنخليوش احتكي طيب بزيب مجرد ما كتطلع عليه الغلية بهذا الشكل هادا كنزول هاد الكشكوشة او هاد الرغوال كيستعملنا في الاول ثم كنغطي عليه وكنخليه مدة 15 دقيقة حسب النوعية ديال الخوخ بالنسبة لخوخ اللي استعملت انا هنا قصح شوية خليته 15 دقيقة الى استعملت النوع اللي سيكون طيب ستكتافي فقط بعشر دقائق بلطلع عليه الغلية كتحسبوه عشر دقائق بالضبط هنا كنوريكم الشكل ديال الخوخ من بعد موجود ليه كذلك كحتى اللون ديال السيرو باش كتعرفوا هاد المركز غينجح معاكم من بعد ما تفتعلي النار اما شكل ديت السيرو كيكون بعد ما تفتعوه الخوخ تطلق الاجلة اللون دياله ثم يقدماذي وكنخليه حتى كبرد جيدا من بعد ما برد الخوخ كما كتلاحظو الشكل ديت السيرو واللون ديالو دك السيرو كاشر للاجل باش Eagle وباشoper ما كسب الميرز ل turns تطحن الخوخ من بعد ما برد وكانضيف الاجل مياه السيرو ضروري اخضروا هذه المخرج و reboot اجتماع القشور ومعا بالقشور ومن بعد ان تطحنه ومن بعد ان تطحنت الكمية الاولى وكانت تلاحظون القوام ومن الأول يكون عاقد ومن بعد ان نقام السمرة سأكمل الكمية في الطحين وهو الشكل النهائي والكمية التي تعطيتني كمية اللي هي لا بأس بها هنا سنشرح ونعليكم الشكل عن قرب يجي اكثر من هائل ممكن تعتمدوا في العسائر هنا وضعته في الصوبرات ثم نوضعه في المجمد من بعد ما نخرجه من المجمد سوف نوريكم الشكل يجي اكثر من مركز و سهل في التحضير و اقتصادي و سهل في المكونات يجب ان تحضره عسائر وواجد معكم و تحضرها في وقت واجيس و سريع كذلك ممكن تضيف لي فواكه اخرى و بالنسبة للسكر لان وضعناه في المركز في الاول كنتمنى فعلا تجربوه لانك يجي اكثر من هائل و سهل في التحضير و لا عجبتكم الوصفة و جربتوها ضع لي في التعليقات و كذلك بارتاجوها مع الاهل والاحباب لتعمل فائدة و شكرا لكم مع السلامة الى فيديو اخر باذن الله